منذ اندلاع الحرب في سوريا قبل سبع سنوات تمكن النظام الإيراني من التوغل في الداخل السوري من أجل ضمان امتداد جغرافي وتحقيق لطموح التوسع وبدء تدخله بواسطة وكلائه في المنطقة كحزب الله اللبناني قبل أن يرسل قوات الحرس الثوري واستمر إفشال جهود السلام عن طريق زرع ميليشياته التي تتعدد أسماؤها وتتحد أهدافها تحت مظلة الطائفية الأداة المثلى لنظام الولي الفقه ثمانون ألف مقاتل رقم كبير بالنسبة لميليشيات إرهابية هذا آخر تقدير وصلت إليه مركز البحوث ووسائل أعلامية لأعداد المقتلين في صفوف الميليشيات الإيرانية في سوريا وتعود جذور برنامج التجنيد الإيراني عندما أغفاد الطهران متطوعين من جميع فروع الحرس الإيراني إلى سوريا لتدريب عناصر الميليشيات لكن ومع سقوط مئات القتلة توسعت إيران في جلب مقاتلين من دول أخرى واستقطبتهم على أساس طائفي وبحسب معهد جاثام هاوس فقد كانت طلائع حزب الله أولى الميليشيات الإيرانية التي تدخلت في سوريا ويأتي في المرتبة الأولى من حيث أعداد مقاتليه ومقر القوات ومدينة القصير بريف حمص الغربي أما وحدة القوات الخاصة للحرس الثوري ما تعرف بفيلق القدس فتضم تشكيلات عسكرية متعددة وكانت المسؤولة عن الاستيلاء على الكثير من المدن السورية وهي ذراع النظام الإيراني المسؤول عن تنفيذ سياسة الخارجية للنظام خارج البلاد ومن أبرز الميليشيات المدعومة إيرانية ما يسمى بلواء الباقر ويتواجد في مدينتي حلب ودير الزور قامت إيران بتدريب قواته خلال السنوات الماضية في سوريا وتأسس اللواء عام 2014 على يد قائده الحالي خالد علي الحسين بهدف دحر فصائل الجيش الحر كذلك تشترك ميليشيات ما تسمى بلواء الإمام المدعومة إيرانيا مع الفرقة الرابعة للجيش السوري في أغلب العمليات العسكرية المتركزة في محيط العاصمة السورية دمشق كما يتواجد في منطقة مستشفى البيروني وفي منطقة حارستا وفي الغوطة الشرقية لدمشق وتتواجد بكثرة على الأراضي السورية ميليشيات عراقية مدعومة ومدربة من إيران وتقدر عدادها بنحو 20 ألف مقاتل ومن هذه الميليشيات حزب الله العراقي وحركة وجبائي العراق وعصائب أهل الحق وكتائب أبو الفضل وفيلق بدر وغيرها من الميليشيات كل هذه الميليشيات تتلقى الدعم المالي والإسناد العسكري من عتاد وتدريب من النظام الإيراني استطاع النظام توحيدها تحت راية طائفية حيث تتم إدارتها داخل سوريا إيرانيا من أجل تحقيق الأهداف الخبيثة لولاية الفقي ترجمة نانسي قنقر